فوز تاريخي لأشبال الأطلس منتخب المغرب لأقل من 17 سنة على منتخب إيران بعد وصول المباراة لضربات الجزاء الترجحية منتخب المغرب لأقل من 17 سنة يفوز على منتخب إيران وعلى الحكم البرتغالي وعلى منتخب إيران الأولمبي ومنتخب إيران للشباب والصحف الإيرانية وكل منتقد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة وكل مساندي المنتخب الإيراني مليون مبروك من مصر لمنتخب المغرب للناشئين صعوده إلى ربع النهائي في مباراة تاريخية مباراة مرسونية مباراة عمل فيها أشبال الأطلس مجهود كبير جدا 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 السلام عليكم ورحمة الله في بداية الفيديو عايز رسالة من الجماهير المتابعة لهذا الفيديو للحكم البرتغالي الحكم البرتغالي بصراحة أنا مش عارفه وكان عايز إيه النهاردة من منتخب المغرب الحكم البرتغالي كان ضد المنتخب المغربي قلبا وقالبا قرارات غريبة جدا حتى في ضربات الجزاء الترجحية يعني مصمم إن هو يرجع في الكورة حتى طه بن غزيل كان واقف صح وبيتصدل الكورة بطريقة صعيحة ولكن الحكم مصمم إنه يرجع للفار مصمم إنه يعيد الكورة مش عجبه أبدا إن المنتخب المغربي يفوس في المباراة أيضا كان فيه كورة خطيرة جدا 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 على حارس مرمى المنتخب الإيراني ممكن تتحسب ضربة جزاء وترد الحارس إيران أو تتحسب فاول على حدود الثمنتاشر وترد الحارس إيران عامل فيها ما شافش حاجة أو شاهد ما شافش حاجة إذن عايز منكم رسالة قوية للحكم البرتغالي قبل ما تفرحوا قولوا للحكم البرتغالي رسالة قوية المنتخب المغربي بدأ المباراة بتكتيك الحفاظ على النتيجة واللعب بالانضباط والالتزام الدفاعي المعتاد من سعيد شيبة اللي بدأ بتشكيلة حمزة طاها بن غزيل وحمزة كوتن وفقاد الزاواني وعبد الحميد بودلال ونفل الحناش وسيف الدين شلاغمو أيوب شيخون ومحمد كتيبة وعبد الحميد معالي ومحمد الحموني وزكريا العلوي سعيد شيبة ومنتخب المغرب ماشوا الشوط الأول زي ما هم عايزين خلوا النتيجة صفر مقابل صفر كانوا بيستكشفوا المنتخب الإيراني بيشوفوا المنتخب الإيراني هيلعب ازاي وبالفعل المنتخب الإيراني بدأ الشوط الأول ضاغط في أول ربع ساعة وحاول عن طريق الكرات العالية الكرات الرأسية أن يحرز الهدف الأول ولكن المنتخب المغربي ودفاعاته كانت قوية جدا جدا واستطاع أن يخرج المنتخب المغربي من أول ربع ساعة بنتيجة صفر مقابل صفر بعد أول ربع ساعة المنتخب المغربي تحسن أداؤه كان الأفضل في المباراة استحوز على المباراة قدر يوصل لمرمى المنتخب الإيراني ولكن في الدقيقة 40 إصابة لنوفل الحناش نوفل الحناش في الدقيقة 40 بيعمل تغيير الطراري سعيد شيبة وبينزل أيمن الناير 11 دقيقة وقت بدل من ضائع في الشوط الأول عدد كبير من الدقائق المحتسبة بدل من الضائع أعتقد أن الحكم البرتغالي النهاردة لم يوفق في احتساب عدد الدقائق المحتسبة بدل من الضائع انتهى الشوط الأول صفر مقابل صفر سيطرة لإيران في أول ربع ساعة نصف ساعة تحسن الأداء المغربي ولكن انتهت المباراة أو انتهى الشوط الأول صفر مقابل صفر أحسن لاعب في الشوط الأول كان اللاعب محمد الحموني اللاعب محبوب الجماهير محبوب المغاربة محبوب المتابعين أفضل لاعب في المنتخب المغربي كلهم كويسين كلهم ممتازين ولكن الحموني على مفارقة في المنتخب المغربي الشوط الثاني بقى حدس ولا حرج المنتخب المغربي استحوز على الكرة بالكامل هو اللي كان الأخطر هو اللي كان الأحسن هو اللي كان بيوصل لمرمى المنتخب الإيراني لم يهدد مرمى المنتخب المغربي في الشوط الثاني إلا في الضقيقة 72 هدف عكسي أو هدف عكس مجريات اللعب عكس مجريات الأداء بالنسبة للمباراة منتخب إيران بيحرز هدف كرة عضية وبيحرزها مهاجم المنتخب الإيراني رأسية خطأ دفاعي مشترك تصبح نتيجة واحد مقابل لشيء ولكن المنتخب المغربي لم ييقس وبيبدأ سعيد شيبة للأسف بنلوم على سعيد شيبة التأخير في التغييرات تخيلوا معي في الضيئة 79 بيعمل أول تغييرين بمزاجه لأن التغيير الأول كان في الضيئة 40 تغيير اضطراري في الضيئة 79 بينزل اتنين بينزل عمران نزي وزكريا الوزان اللي هم طبعا إلبوا المباراة صنع على عقب التغييرات هي متأخرة يا شيبة لأن انت كنت مسيطر في الشوط التاني كان لابد انك تغير تغييرات بدر شوية كنت هتخلص المباراة قبل ما تروح لضربات الجزاء طلع أيوب شيخون وأنس العلوي ونزل عمران نزي وزكريا الوزان وبدأ الأداء المغربي يضغط وبدأ المنتخب المغربي يضغط من كل الاتجاهات عايز يعدل النتيجة في الضيئة 85 الوزان خطيرة خطيرة وشك في لمسة يد في منطقة الجزاء ولكن حظ المغرب كان وحش فيه هذه الدقائق ولكن في الضيئة 90 خروج عبد الحميد معالي ونزول آدم بوفندر طبعا آدم بوفندر وزكريا الوزان وعمران نزي الثلاثة دول لما نزلوا تغييرات غيروا الأداء تماما وبالفعل الهدف الأول للمنتخب المغربي وهدف التعادل في الضيئة 93 عن طريق نسيم العزوزي اللي نزل تغييره هو أيضا في المباراة عايز أقولك إن منتخب المغرب كان هو الأفضل طوال المباراة المنتخب المغربي هو الأحسن هو الذي يستحق الفوز في المباراة هو اللي وصل لمرمى المنتخب الإيراني المنتخب الإيراني فقط كان يعتمد على القرات الرأسية المنتخب الإيراني فقط كان يعتمد على القوة البدنية مهاريا فنيا المنتخب المغريبي كان أفضل المنتخب المغريبي استحق الفوز خاصة في الشوط الثاني صحيح الحكم البرتغالي الظلم المنتخب المغريبي وأيضا سعيد شيبة تأخر في التغييرات ولكن الحمد لله يعني هدف التعادل اللي ودانا لضربات الجزاء الترجحية اللي تألق فيها لاعب المنتخب المغربي وهنا نخص بالذكر الحارس العملاق طاه بنغزيل اللي تصدى للكرات وقدر طبعا المنتخب المغربي ان هو يفوز بالمباراة ويتأهل الى ربع النهاية دور التمانية لمواجهة منتخب مالي النصور المالية لقاء أفريقي صرف المغرب ومالي في ربع نهاية كأس العالم تحت 17 سنة النهاردة بنحيي لاعبين أسود الأطلس أو أجبال الأطلس لأنهم لعبوا 112 دقيقة 45 دقيقة في الشوت الأول 45 دقيقة في الشوت الثاني 11 دقيقة وقت بدل ضيع في الشوت الأول 11 دقيقة وقت بدل ضيع في الشوت الثاني وبالتالي 112 دقيقة من الكر والفر والصراعات البدنية والانضباط على أرضية الملعب والحضور الزيني للاعيبي المنتخب المغربي اللي قدروا النهاردة يفرحونا ويفرحوا كل الجمهير ويصلوا إلى ربع النهائي في ضربات الجزاء الترجحية الحمد لله لعيب المنتخب المغربي كانوا موفقين لعيب المنتخب المغربي قدروا يسجلوا عن طريق الوزان والعزوزي وعمران نزيه وفؤاد الزهواني أربع ضربات جزاء صحيحة 100% ولكن المنتخب الإيراني أحرز الضربة الأولى الضربة الثانية ضاعت في السماء كان عايز يعملها بنينكا ولكن بتروح في السماء والضربة الثالثة اللي كان عليها الجدل الكبير من الحكم البرتغالي تصدى لها طاها بن جزيل الوحش في المرة الأولى رجع للفار الحكم وعدها مرة تانية ولكن في المرة التانية طاها بن جزيل بيصد نفس الكرة ويتأهل بالمنتخب المغربي طاها بن جزيل إلى ربع النهائي في نفس التوقيت كانت الأرجنتين بتلعب في انزويلة وفازت خمسة مقابل لشيء وأيضا النهاردة منتخب المغرب يعني لو جينا نلوم على شيبة هنلومه فقط في تأخير التغييرات صحيح الأداء كان جايت جدا في الشوط التاني ولكن يا شيبة التغييرات كانت لازم تكون بدر شوية الحكم البرتغالي كان متحامل على المنتخب المغربي ولكن الحمد لله فرحة في الأخير لكل الجماهير المغربية مليون مبروك من فضلكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته